فإحنا نتكلم عن حرب ستمتد لأكتر من شهرين كحد أدنى القرار متخذ فيها إسرائيلياً أمريكياً حتى في حلف دولي لأنه الموضوع أكبر من مجرد غزة وإعادة تمركز القوات الأمريكية في المنطقة ومش عشان غزة أكيد لكن هو بيقدم مشروعها اللي هو في التنافس مع قوى أخرى زي روسيا والصين وبيعيد تموضع نفسه وعايز بايدن هكذا يعتقد طبعاً مش كل اللي بيخططوله لازم يحصل سوء عايز يعيد ترتيب المنطقة بما يخدم مصالح الولايات